اهلا بكل مشاهدين برنامج لحظة انتباهي في كل مكان وحشتوني كتير كتير جدا النهاردة هنتكلم معاكم في حلقة جميلة خالص وتعجبكم جدا حلقة النهاردة هنتكلم فيها عن عالم الموبيلية كتير مننا بينزل يشتري موبيلية بس مش بيبقى عارف الخامات الموجودة في السوق او بمعنى صاحب ينزل ما بيبقاش عارف لانه ما عندهش الخبرة الكافية انا معايا النهاردة في الاستوديو بتاعي المهندس شريف شرف صاحب موبيليات شريف شرف اه وانا برحب بحضرتك النهاردة يا مش مهندس اهلا وسهلا واحب في البداية كده تعرفنا ازاي بدأت في شغل الموبيلية واللسان دك بقى وكده والله الموبيلية دي من قبنع جدا تمام تمام ومن زمان يعنى احنا اصلا على مجارين من زمان اه بابايا كان من زمان وهو بيعلمنا وطلعنا على ايده وبقينا يعنى اتعلمنا النجارة وبقت عندي معارض والحمد لله بقى لك كم سنه حضرتك كتير دينا اكتر من 30 سنة احنا عندنا النجارة دي وانا اتعلمت ديلي ممكن 15 سنة او 10 سنين حاجة دي كده حضرتك قلتلي ان انت كنت فاتح مش في مغاغة بس محافظة المينيا لا انت كنت فاتح في اكتر من مكان اه فعلا بس مش لوحدية عمتا يعنى اه كنت لوحدية انا واخويا وبعد كده خليتها لوحدية انا في المينيا الوحدية يعنى اللي صندك في الشغل كان في البداية مين اخواتي كلهم صراحة يعنى كلهم ما شاء الله كلهم صندوني وعلموني بس الاكتر اكتر يعنى اخويا الكبير وكده طب حضرتك انت واخدينها وراسة بقى ابن عن جد اه طبعا ابن عن جد طبعا طيب بعيزنك تكلمنا عن الخمات لما بننزل نشتري فيه كتير مننا بيتخم ما ببقاش عارف الخمات الكويسة من الضئيلة او الضعيفة عايزن حضرتك بقى تكلمنا عن كده هو مش كله عمتا يعنى اللي بيشتري او كل اللي بينزل هو اللي بينزل يشتري يعنى بيبقى فاهم الشغل يعنى اللي بيبقى فاهم الشغل عمتا يعنى بيرايح في كل حاجة واللي بينزل يشتري المفروض ياخد نجار معايا عمتا يعنى ينزل ضمياتي ينزل القاهرة ينزل اي مكان ياخد نجار معا عشان خاطر ما يتخمش عمتا في اي شغل وبعدين برضو الزبون هو حسب الزبون يعنى او اللي بيشتري بيبقى معا مبلغ فحسب هو عايز حاجة نظيفة عايز حاجة مش كويسة عايز حاجة تمشي حاله مش كله عمتا يعني يعني حضرتك بتتكلم على ان اللي بيدخل عندك المعرض على حسب فلوسه بيلاقي حكته موجودة يعني حضرتك مش بتتكلم على مبدأ معين أو على سعر معين حضرتك ماشي به في السوق طبعا لا أنا عمتا أنا بتكلم عمتا في الناس اللي بتروح تشتري فرش من بره عمتا يعني لدي تاخد نجار مع عمتا يعني فعلشان خاطر بره مش كله يعني أنا شغلي أنا معين أنا شغلي أنا حاجة لوحديها شغل يعني اللي هو ايه خاماتي معروفة الحمد لله رب العالمين طبعا اكسسوراتي برضو معروفة فأنا ليه زباين معينة بتجي تاخد من عندي تمام عشان شغلي كونتر وبليستر عالي مش كابسة قبل كاش لا الكونتر اللي نظيف ساعت بنشتغل بجدود ساعت بنشتغل بفنية فدلي يا أستاذ محمود معنا اتصال ألو اتفضلي يا أستاذ محمود المهند الشريف مع حضرتك السلام عليكم شريف يا بش مهند الشريف السلام عليكم يا فن ازاك يا بش مهند الشريف الله يخليك يا فن حضرتك أنا محمود رزق صعب من شمبل البحرية ونبحتاج بيك انت رجل مخرم جدا حبيبي تسلاملي يا أستاذ محمود تسلاملي جاهز الاتصال فصل طيب يا أستاذ محمود حاول بقى ترجع لنا تاني بش مهندس عايزين بقى نعرف حضرتك بتعمل شغله معين يعني شغل كلاسيك ولا مدرن حديث ولا ايه بالزبط كي نواية معينة شغال عليها في السوق؟ اه طبعا أنا عمتا يعني كله مدرن عمتا بس كله دلوقتي ماشي على مثلا جوجل بيختاره بيدينه صورة بطلخة تمام؟ سواء كلاسيك أو مدرن بس الأكترية مدرن أنا بحب المدرن عمتا يعني وبحب يعني لو في السورة بحب أزود عليه تمام؟ بزود عليه جمال وشياكة ونظافة عمتا يعني يعني اللي عايز حاجة من حضرتك بيجيب السورة لحضرتك ويورها لك وزي ما بتشوفها زي ما بتعمله بنفس الخامة وبنفس الشكل اللي قدامك طيب حضرتك طبعا معاك ورشة بتصنع فيها ولا بتجيب له الشغل كده؟ لا تصنيع عمتا يعني تصنيع عندي مصنع يعني طبعا اللي هو مصنع صغير على قدي تمام؟ بس الحمد للأرض يعني ثابت وجودي في مكاني بنزل في القاهرة بنزل بنزلت شغل في زايد ونزلت شغل في القاهرة مدينة نصر وقريب إن شاء الله برضه في شغل نزل في مدينة نصر بس الأكترية في البلد عندنا؟ اه طبعا لأن كل واحد بيبقى ليه اللي عملة بتوقل اللي الزبان بتوقل طيب إحنا هنستأذي إن مخرجنا الجميل بقى ينزل لنا الصور اللي معانا نتفرج بقى على إيه الحاجات اللي معانا المدينة اللي تابع حضرتك اه طبعا بيأول صورة معانا ده طبع مانتري اه طبع مانتري اه ده برضه تابع المدينة طبعا اه طبعا طبعا المدينة اه جميل بصراحة وده إيه؟ دي قاعدة كده لو عديها اتنين كرسي اتنين فتي وكنبة واللي هو النظام الجديد ده اللي هو دي القاعدة اللي هي حرف إل ولا إيمة؟ لا 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 دي اتنين فتي كده قاعدة لو عديها بعيد كده تمام؟ لأن المكان دايما عندنا مش ما بيزبطوش حمتا يعني اه فده نيشوب فيه قطعتين الموضة الجديدة برضه طلعا دلوقتي اه تالت صورة معانا؟ الصفرة اه الصفرة اه دي برضه حد جايبها وعملها هلو الشغل ده انت عامله ومسلمه طبعا؟ اه طبعا طبعا الحمد لله رب اقول اه طب حضرتك بقى بتعمل بالطلب ولا؟ هو بالطلب افضل اه المعرض فيه ناس تقولك ده بيه طب ما انا راح اجيب من ضميات وكده مم وبعدين اصلا عندنا في البلد او في الرياف بتبقى مثلا ايه بيحب النعمولة يحب الحاجة العمولة الجميلة اللي هي بتقعد معاها غير كده بقى فيه ناس بقى بالاستعجال وكده بيطلعوا على ضمياته تجيب الشغلة او مثلا في اي مرحض عمتا يعني فيه خامات معينة حضرتك بتشتغل عليها اكيد في شغلك ما يقول لها الخامات المعينة اللي بيشتغل عليها دي ما كانش حد جاينا عمتا حاجة معينة معروفة ان شريف شرف مثلا معروف بخاماته بنظافة شغله بالسعر الدهانات عمتا يعني سعر الدهانات البليستر ودوك الفورن فبيتلاقي الناس كلها بتيجي عشي خطر معروف ان اضافها في الشغل بتاعي والخامات والاكسسورات وكده والتسليم بقى في معايده ومصدقية طبعا اه الحمد لله رب العالمين طيب انا بشوف بقى ناس كتير لما بتدخل تشتري خشب عموما انا شفت كم حد كده كان بيعمل على الخشب كده دي ايه دي بقى؟ دي حركة قديمة قوي اه كل الناس خدتها عادة تمام؟ معينة لو خبطوا كل ما يخبطوا كده برضو هيسمعوا خطة الخطة بيفكرهم مثلا ان هو فاضي تحتيه امم هفينا الجريم مش عبيتة مثلا انت اللي هو انت هيجي تخبط لي طيب ماشي طيب انا عملالك الدنيا جوه وخبط براحتك هو عامل ان هو كده يعني العامل عامل ان هو كده فاهم اه معينة هي الحركة غلط اصلا لا مش كده خلص طيب ماشي ما ممكن حد يكون اقيله ان هي بقى بتبقى ايه اه الحشوة بتاعتها من جوه بتبقى عبارة عن اه اه اوه كان بيبقى كابس جوه مثلا اه ايا كان بقى معرفش دنيته ايه لكن الكونتر شغله معروفة عمتان ماشيوا معانا اتصالوا تفضل يا استاذ محمود ما عليش الاتصال قطع تفضل يا استاذ محمود اه السلام عليكم عليكم السلام انا شواند الشريف استاذ محمود اه شواند الشريف انت راجل في قمة الاحترام وشغلك اه بطراحة ضحة تسلم لي تسلم لي اه والله يجب انت عميس معك انا محمود ابو ريزة بطاول محمود اه اه بطراحة هل يخفى الكاميري باشى انت على عيني تسلم لي اه والله يعني والله يعني تسلم والله يجب انت عامل حضرتك والله ايه شغلك اه بطراحة ضحة وردنا يبارك لك ده من ذوق حضرتك ومتلاف الشغة السماعية وتسلم لي تسلم وتسلم 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 تسلم لي يا استاذ محمود عشان اشكرك على قصة النوم والانترير اللي انت عاملتك بصراحة يعني تحت امرك هنون حبيب 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 عم شريف حبيب ماشى بشتنا اه عايزين بقى حضرتك تكلمنا عن مراحل تصنيع خشب الموبيلية يعني المراحل اللي انت بتحتاجها اول ما بتيجي تصنع بقى قضة نوم او اي حاجة بقى بتصنعها انترير ركنة المرحلة بتبقى صعبة مم متعبة جدا فيها مليات وصمتيات ومقاسات وتقطيع لكن طبعا الخشب بتجيبه منبرة بس بصنع عندك لكن الخشب كخشب بجيت خامة اه لكن الخامة مش موجودة عند حضرتك انت بتجيبها منبرة بيبقى عندي خامة وبس احلى ويعني بقى جيبها من القاهرة من هنا دايما لان في القاهرة كل حاجة حلوة في الخامات بالذات تمام في حاجات في البلد عندنا او في مغاية بتبقى مش موجودة ولو موجودة بيتبقى اغالية جدا اوبر شوية بنصنع طبعا بيجيب الكنتر ونقطعه وناخد مقاساته صمتيات وتفكير لان ده الاساس ده اساس في كده يعني معنى اتصالي للستاذ محمود من دميات اتفضل يا استاذ محمود ومعليكم اتفضل بش مهندس ما حضرتك بش مهند الحمد لله يا فن اولا يا فندم انا ما اعترض على كلام سيادة تحت امرك تحت امرك سيادتك في باقي الكلام بتقول ان محتاج شغل او كده بنزل على دميات يعني ما احنا حضرتك ان بماتش شغل شعبي سعيد تفضل يا احمد ومات يا فندم بلد الموبيليا بلد قلعة الموبيليا فعندنا في التوالن بلد الموبيليا فندم سيادتك انت بقول اللي عايش شغل او كده بنزل على دميات لا لا بعد ايضنا حضرتك بس ممكن ارد عليك انت ممكن تكون فهمت غلط عمتن يعني تمام لا لا اللي هو مثلا مش مستقف حضرتك يعني بسم الله وان شوالله فعلا انتو عندوكو مثلا الشغل اللي يقول عليه اسمعني بعد اذنك و تمام تمام ومية مية وكل حاجة بس انتو عندوكو جاهز انا مثلا حجم صغير في الشغل مش كبير تمام ما عنديش معرض عندي مصنع بصنع فبتكلم مثلا ان انتو عندوكو معرض وعندوكو مثلا كمية شغل بس ده مش اكتر والاسعار بتبقى مريحة عندهم برضو والاسعار مريحة وفي المتناول بحيث ان جميع اللي في دميات انا بسمع ان هما بيعملوا مبادرات بيعملوا مبادرات احنا قرية التوالم دي منبع الموبيليا بضميات يا فندم احنا التوالم منبع الموبيليا بضميات كل بقى موبيليا وعندنا تصنيع وتشطيف سيادتك يا فندم ايوة انت انت ليه مش هراني تفهمني يا فندم ايوة فعلا ان انتو عندوكو اساس الموبيليا تمام سيادتك اساس الموبيليا ده اول حاجة بس انا بتكلم في حاجة بتكلم في نقطة ما بتكلمش ان انت مثلا شغلك شعبي مستحيل انت بتودي ايطاليا وبتود فرنسا والسعودية والحيط دي مفهومة ومعروفة عمتا يعني تمام بس انا عايز اكلمك في حاجة واحدة احنا مثلا انا من قرية او من مركز جاي من السعودية مستعجل شريف مش هيخلص الشغل مثلا في 15 يوم في شهر ادور عالجاهز بقى اه ادور بقى الناس اللي عندها جايز او معرض وننجس صح او لا هو كلامك صح او كلامك حضرتك صح احنا عندنا برضو الجايز وتأسس ازاي؟ حضرتك عندك الجايز وبتأسس لا لا انا معنديش جايز عمتا يعني يعني حضرتك ما تقول تصنيع فقط بس اه معنديش معرض لان انا حجم صغير برضو مش يعني اللي هو بحب الصراحة عمتا اللي هو مثلا ايه اه لو عندي معرض اقولك لا انا عندي معرض بس ان شاء الله بايز دي لا كبر من نفس ان شاء الله يبع عندي معرض ان شاء الله اكيد طبعا والله من غير ما تقول عمتا يعني انت متصل عشان تعرف نفسك مثلا انا فاهم والله من غير ما اتعرف نفسك عمتا انت بتكلم دنيات عمتا يا باشا ما انا فاهم والله شكرا لحضرتك اتعرف مع احترامي للاستاذ محمود اه انا شايف ان الاستاذ محمود فهم غلط يعني احنا بنتكلم بنقول ان احنا ورش التصنيع هو فهم فاحنا بنتكلم هل حضرتك بتعمل الحاجات دي في الورشة عندك ولا بتجيب جاهز وتبيع فانت بتقول لي اه الجاهز ده لا ليه ناسه ليه ناسه ليه ناس بيتبيع جاهز وفيه ناس بتصنع زي اي انا لاني انا ماشي مع معلش يعني زي ما حضرته بيقول كده هم عندهم معلش السلعة ما بتبرش زي ما بيقوله عندهم بدل الحاجة واحدة واثنين وثلاثة لو مطلعتش دي بتطلع دي ولو مطلعتش دي بتطلع دي لكن كحضرتك او كحد في القرية عموما او او في المركز مثلا اه محدود شوية فبيستنى لما العريز او او العميل اللي جاي يشتري منه ان هو يقوله لا انا عايز الشكل ده فبتضطر ان انت عشان السلعة مطبورش عندك كحد مثلا اه فاتح وارشة وكده عشان مطبورش عندك فبالتالي بتعمل بالطلب صح بس انا اه بس انا رديت رد كويس يعني اللي هو فعلا ان انت رجل معروف هو ممكن استاذ محمود يكون بس فيهم هو فيهم غرض بس ايه معروفة انت رجل مثلا عندك بدل القوضة 100 بدل القوضة 10 50 فانا رجل مستهجل وعايز اتجوز في 10 ايام في 15 يوم شريف مش هيخلصني تمام؟ وعامتا عندنا دايما الواحد بينزل 40 يوم السعودية شهرين فمش هيلحل ان شريف يخلصته وتجوز ويعوده فكده فهنا انا عبته ولا انا اوصله له كده قولي بقى مش مهندس حضرتك بتعمل عروض بقى زي المبادرات اللي بنسمعها كده يعني مبادرات الزواج بقى اللي هي العروض اللي بتنزل بقى انتريه مع صفرة مع قدوة نوم مثلا ان سعره معين أو كده اللي على دي انا حر نفسي او حر نفسي الشغلي تمام؟ لاني دايما الشغل الحر لنفسه او الواحد لما كن فيه شغل يعني معتمد عليه في الخماكي مش هعرف يعمل عروض اللي بص من الاخر عمتا يعني اللي متعود يعمل حاجة حلوة تمام؟ على طول دايما بيعملها ما يعرفش يعمل وحش ده اول حاجة العروض دي بتتعامل اللي هو مثلا بيبقى واحد مثلا عنده كميات خشب كميات كم بلاكاش كميات اه اي انا بيعمل وردود عمتا لكن اه ما عنديش عروض عمتا طب نكمل بقى الصور اللي معانا نكمل بقى الصور اللي معانا عايزين نشوف اي الصور اللي معانا اه انا شايفة في الصور اللي معانا ان فيه شغل متشطب وشغل مش متشطب اه طبعا ايوة يعني انا شايفة حضرتك حتى لما بعتلنا الصور عايز توسر رسالة معينة ان انت تبعتلي الصور بشغل متشطب وصور من غير تشتيب اه والرسالة دي يعني جات في وقتها بصراحة يعني اه معاني مكايتش في دماجها بس جات في وقتها عشان خاطر السيد محمود اه تمام الشغل انا لما باجا اتفق ما باقولش اي كلمة في البيت او في الشقة او في المكان اللي احنا مثلا بتتفي فيه بتتفي فيه وانا في الورشة ليه لاني عشان خاطر اعرف قد السحر اللي انا عايزه واعرف اعرض شغلي بيبقى قدامي قدام الشغل اقول له شغل قدامي ابيض اوه وخبط براحتك وشوف الشغل براحتك وجنبيه استرجي وجنبيه منجد فبيشوف كل حاجة علي بيعني قدامي على طبيعتها على طبيعتها وهو عنده حرية الاختيار بس وبدله سعر وبقول له انا اخر واحد تجيني طيب معانا الصور حضرتك بقى بعتلنا يعني ما اقتصرتش على ان انت بعتلنا حاجة معينة من الصور انت بعتلنا انتريهات وروكنات وقوة نوم طبعا يعني انت شغال في كذا حاجة انت مش مختص بحاجة معينة اه طبعا يعني الورشة بتاعتك بسم الله ما شاء الله بتجهز بقى بشباك شقة كاملة بقى بشباك قوة نوم كغرف نوم اه ركنات اه صلونات برضو بس صلونات بطلبها ما تنعي بس طبعا بالنسبة لها قدرتها كالشغل المدرن ده يعني حاجة كويسة ان انت بتشوف الحاجة وبتصنع عليها. طبعا. فما فيهاش اي تعب بالنسبة لان انت بتشوفها وبتصنع عليها هو التعب كله بس في التصنيع كصناعة بس وكأيدي عاملة. طبعا. بس برضو المدرن فيه شغل برضو كده صعب شوية. طب انا بشوف بقى كده في يعني في الصالونات بشوف كده شغل ورد وشغل ملتوف وشغل حاجات كده يعني الواحد بيبصلها كده بيقول مش معقول ان شغل ده يكون شغل ده ما بيعملوش اللي ناسو. اه. الصالونات دي اللي نهاسها. الليها ناسها زي دميات عامة يعني. ما حد شعب طلع شغل ده غير دميات لان فيها قيمة. فالقيمة لها ناسة فيه قيمة جي هو اللي بيصنع الحاجات دي. فعنده يعني موهبة مش مش ان هو كصناعة لأ. ده بقى اللي تقول عليه مثلا مهندس. اه. دكتور. لان الحاجات دي كلها بالايد. بس الكلام ده كان في الاول. وفيه الحد دلوقتي. مم. بس في مكان دلوقتي الجانب. طبعا فيه حداسة بقى وكده. ده فيه تطوير. اه. وفي مكان غالي جدا. دلوقتي بيعمل الحاجات دي بس في الاول. طب لو طلبت بقى من حضرتك حاجة زي كده. بجيبها برده. بس بجيبها يعني فيه حاجات كده برده. بيتبقى خامات برده. مش كله اللي يروح يجي مغرن صالون كده لازم يكون فيه خامات برده. انا سمعت ان فيه ناس بتقول ان الخشب الكونتر عموما هو الخشب المحدد في نوع الموبيليا. ان هو يكون كويس وان هو يتعمل به. ده صح ولا غلط؟ صح كده. مش كله فعلا. اه. ساعات ما بيباش حلوه مثلا في الدوك الفرن. تمام. بس ليه شغله اللي هو البليستر. اجمل حاجة بيديك الاعناقة والشياكة في البليستر عمتا يعني. اللي هو البوني المحروه العسلي على لونه كده يعني. طبعا حضرتك بتصنع الشغل بس انا سمعت ان فيه حاجة كده يعني انا عشان مش مدركة بالمجال برضو. فيه حاجة كده بتحطها زي ما بخارق او حاجة زي كده بيدخلوا الشغل كيه عشان يطلع في التلوين بقى بعد كده والالوان بتاعته. لا لا لا. بص الدوك الفرن ليه فرن عمتا يعني. فرن كده اللي هو بتاع السيارات عمتا بس بيتجهز في الورشة وبيروح الفرن عندين بيطلع حاجة توفى. اما البليستر كله في الايد. كله في ايده. صنعت ايده في الورشة. اه. في المكان اللي هو شغل فيه. تمام. بس. طيب. اه عايزين بقى حضرتك تكلمنا كده بس ايه يعني عن يعني عايزك كده بتعمل لي حاجة شاملة تكلمني كده بحاجة تشمل بقى عالم الموبيلية عموما من وجهة نظراتك. زي ايه؟ يعني من وجهة نظراتك كانسان مثلا موجود في السوق. في ايه بالضبط برضو عشان افعل. مش وصلالك برضو. اه. يعني انا عايز اقول لحضرتك ان عالم الموبيلية كل كل مهنة وليها خبير. بياها او لها اسرارها. طبعا. تمام. اه. في عالم الموبيلية اكيد في حاجة معينة كانت بتستوقفك في عالم الموبيلية عموما. طبعا اكيد طبعا عالم الموبيلية ده حوار كبير. اه. مش اي حد يتعلم. يعني مش اي حد يقول انه نجار ده اللي انا قصد اقوله. يعني مش اي حد يقول انا نجار كده خلاص هيعمله بقى الشباك. صعبة صعبة. اه. صعبة شوية بس هو حسب الدماغ اللي شغالها عمتا يعني. يعني انا. انا خدت فترة لما تعلمت عمتا. يعني. خدت فترة جامت لما تعلمت. بس لاني تحطها في الدماغي. موجيتش حدتها في الدماغي. اه. معينة اخوتي كلهم بسم الله وان شاء الله حاجة من الاخر. بقيت زي هم واحسن الحمد للغاية. لما حطتها في الدماغي. لان هما هما لسندوق طبعا. طبعا. اه. اه. طب انت بدأت طبعا من سنه صغير. لا من سنه كبير. طبعا يعني. احنا معينة في البيت كلهم صناعية. بس ما كانش. بس ما كانش. بس ما كانش. بس ما كانش مهندس. عمتا يعني. بس هو اللي يعتبر اللي هو. عنده الفنيات. وهو يعتبر اللي معلمنا كلنا في. في الحاجات الدكورات. الدكورات بالذات يعني. اه. بصراحة انا شفت لكم شغل كتير. جميل. جميل. يعني مش عشان من بلدي والله ولا كده. بس انا فعلا. انا شايف الصفحة حتى بتاع حضرتك. يعني. عليها. عليها قبول. اه. الحمد لله. وعليها. يعني. عليها تفاعل جامد. يعني. لا اراضي. يعني. بصراحة. يعني. بسم الله. ما شاء الله. اه. يعني. قدرتوا تثبته. اه. او حضرتك بنفسك تثبت وجودك في فترة مثلا. اه. اه. بس. عشان خطر. احنا. زي ما قلت لحضرتك. أبنعك جدا. فمعروفين من زمان. وعلمنا ناس كتيرة. كتيرة اول. طبعا. علمنا ناس من يعني. مش اقول من جميع البلد اللي حوالينا. لا اقول. من جميع البلد اللي حوالينا. الحمد لله. وما حدش يقدر ينكر بكتا عمتا برضي. لا طبعا. ما حدش ينكر فضل لحد عليه ابد. طبعا. اه. دي كانت حلقتنا النهاردة مع المهندس شريف. اه. والله يكون سعداء بك النهاردة. اسلام شكرا. واتمنى يكون لك حلقة معنا تاني. ان شاء الله بازن الله. عزاني المشاهدين انتظروني بقى في حلقات تانية. اه. يوم الاثنين ان شاء الله ساعة اثنين. اه. اشتركوا في القناة.